وضعك العاطفي مش مستقر يا قوس الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص وبدون سبب وبدون داعي انا مش عارفة المشاكل دي جاية مني القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة انه هو مش ماني مركزه كده فاهم نقصلي انه شريكه يعني مش هقول مستدفه مش مديله امته اللي هو عايزها من قصلي نفسه يبقى عنده السلاح العاطفة والعقل مع بعض انه هو يعرف يمشي بالتنين مع بعض تقريبا القوس يبقى يشغل دا يا دا يعني هو عنده يا دا ما عارفش يشغل الاتنين مع بعض فنفسه يشغل الاتنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك دا نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة حاسس ان هو مش قائد مش قائد هو مش بيعرف ياخد الانشاتف اللي هو ان هو يبادر بحاجة مش عارف يبادر يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس برجه قيادي قوي فمؤثر عليك مخليك مش عارف انك انت مش مديلك من مساحة بتاعتك فهم قصلي؟ بس انت شايف شريكك ازاي؟ شايفه عيلة سعيدة بيمدك بالعيلة السعيدة لو انتوا لسا ما ارتبطوش فانت شايف في العيلة يعني العيلة المستقبلية انت شايفها فيه صورة حلوة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة ان هو يطلع اجازة معك او ان هو لو انتوا لسا ما ارتبطوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل عايز يرتبط بيك نفسه في ايه؟ غريب قوي ان الكرت ده يظهر في الحتة دي هو حاسس ان انت ظلمه على فكرة او حاسس انك انت مش فهمه صح انت مش مقيمه صح نفسه تفهمه صح انت مش فهمه لسا شايفك ازاي؟ شايفك شخص بيقدم كتير قوي بيحب جدا وبيقدم كتير قوي معنى هو شايف ده معنى هم قدروا فدي نقطة كويسة جدا لكن الطاقة مبافهم يا قبوس عملة كده بصوا عملين ازاي؟ دي خناءة في شارع دي خناءة كبيرة يعني خناءات كتير كتير كل شوية خناءت طلعوا من خناءة تخش في خناء طلعوا من خناءات خش في خناءة ليه كل خناء ده؟ ما يعني ما تماشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية دلوقتي يمكن تكونوا في حال التوازن الشهر ده بس مش هيستمر كتير يعني انتو في عندوكو بصوا عمين زي موج البحر كل يوم بحالي يعني تتصافوا وتتخنقوا وتتصاحوا وتتخنقوا نصيحتي ليكم بجد لو الخنقات مشي برنامط ده خدوا بريك يعني مش بريك من بعض خدوا بريك مع بعض خدوا بريك من مشاكل وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكو انتو الاثنين مع بعض كل شوية خنقا طيب ما انا شايفة معانا لاحظت خدوا بريك بس كده وحاولوا تروحوا حتى مكان هادي تتكلموا فيه تتلعبوا فيه يحملوا اي حاجة فيها مرح فيها حاجة كويستة كده هيقربكم من بعض بس انا بقولك اللي انا شايفاء يا قوس شريكك شايف انك انت مش فهمه صح مش مقيمه صح هو مش مش شديد عليك بالشكل ده او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفضيع ده انت ممكن تكون مزودها شوية يمكن الله اعلم عموان فكرت الحالتين انتو بتحبوا بعض الحب واضح هو يشايف حبك ومقدره وانت شايفه العلا والامان والسعادة العائلية فحتعدي الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض لا ما حدش هيسيب بعض هتدروا كده تتخانوطة صارحة وتتخانوطة صارحة بس مفيش مفيش حد هيبعد ومفيش حد هيسيب التاني ان شاء الله هنكملين وحتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم السغنانة دي بدي حاجات سغنانة كلها شهر ده انا خاطبي كويسين جدا بس فترين مش خلنا هيما طيب كويس يا دنيا اه ما نشرت فيه حالة التزين بس مش يعني ان شاء الله تضوم بس انا شايفة انه الموضوع في تأرجح جمد جدا احكي معي من شهرين عشان خناقه والله كتير عنيه ده معهو عنيه. انتو الاتنين يعني بتعندو ده اوحش حاجة لعنات ده. مش هكو بتاخدوه خناقه. الشريك مزاجي. اه حلوة قوي. السناجل زي ما هم يا مريم. مكانك كله مكانه. بيش جديد. لا جديد الشهر ده. كنت هقولكو ايه. مفيش حد هايسي بتاع. مفيش يعني اتخنقوا زمنتو عايزين. العلاقه متملة ومفيش مفيش بوعد ومفيش اي حاجة من الحالات ده الخاص. مفيش منعي هادير لو ده هيديكو بريك شوية تحاشوا بعض. وتعرفوا قيمة بعض. وغلاوت بعض عند بعض. مش مشكلة. يعني انا الموضوع بريك ده بالنسباني مش مش ازمة. بالعكس بيبقى كويس. قوس مش عارفة ده صح ولا غلط. يعني ايه مش فاهم ما سو قالي كينو. اوكي. ما احتراني قوس بس القوس بيطنش الدانية. والله يا امي حسن ده ده يعني دي نعمة عند ربنا. لو يعرف كأنه يطنش الدانية دي نعمة كبيرة جدا. نحنة بسيحة الزبط في الزبط ولا لأ. يا ميمي. انا وضع عندي ان هي لسه مش مستقرة. الشهر ده مش مستقرة. بس ما اضافق ديكو يا جماعة. يعني انا بقول لكم مفيش حد هاي بعد. مفيش بعد. مفيش انتصور. مفيش طلاق بعد الشر. مفيش فسخ خطوبة. مفيش حاجة من الحاجات دي بتمتمرين. بس بتتخانوا بطير يعني حولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخنات. بمعنى ان واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وش ويقعد يحاول يستفزوا اكتر. لا يحاول يبعد يقدر. طيب خلاص انت متعصبة دلوقتي انا حسيدك بس الوقت ما تهدي. مش هحصل اي حاجة على فكرة. خالص. هتهدى وهتتكلم معها هتلاقيها شخصية طبعية جدا مش ممنونة. لكن هتجي تقف وشها وهي المتعصبة. هتسمعك لانش ظريف. ونفسك الحكاية الناحية التانية هو داخل المتعصب تقفي في وش وتقوله حاجات نرفسه. اكيد هتتخانقه. شايفان زي عابد خلاص تاني شوية حبيبي مع شكلك متعصب دلوقتي نتكلم بعدين. الموضوع مش ضروري يعني. يتأ فاعمين قصدي عشان تتفادوا التلاشتها. فاعمين قصدي اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي. نشوف باقي الحالة العامة للمجموعة الثالثة والاخيرة لبورد القوس. ابني صاحي لحد دلوقتي يعني انا بجد مش هعرفها ما نفسي ايدي. المجموعة الثالثة عندهم ارتباط. وارتباط تقريبا شكله جديد. night of cups. خلينا نشوف بس اول حاجة هنا القوس ماسك على مشاعره او ماسك على حاجة ماسك على اهتمام ماسك على وقت ماسك على فلوس ماسك على مشاعر في حاجة ماسك عليها. بس ده لانه تقرص يعني لو هو ماسك على فلوس فلانه هو مقروس وابقى عارف قيمة الفلوس اللي معاه. ومش عايز يفطها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح. لو هو مشاعر فهو اخذ برضو درس وتعلم كويس من علاقة سابقة ادى فيها مشاعر كتير قوي. وخزن. فقرر انه هو ايه يمسك في مشاعر وكده وما يديهاش لحد بالسيل وانا اقايد هذا الموضوع ده جدا مافيش مشكلة خالص صح. نفس الشخص اللي عند المجموعة الاولى اللي كان اهو الصغير ده اللي عمالي يسحب طقتك الايجابية ياخدها دي ويديك سلبية مكانها ده مؤثر عليك بالخوف محسك بالخوف بيقلقك. مش ايداعي للقلق على فكرة صحيح انا مش شايفة تطوى في الحلم مادية بس شايفة ان الصحة الحمدلله كويسة مافيش مشاكل صحية بس هو في زعل في زعل في ندم والندم ده عن قرار يقوس الحيرة نفس الحيرة في قرار انت عايز تاخد بتاخده قرار ده هتندم عليه هتحس ان فيه ندم انت ندمت وعملت خطوة غلط. اوكي طيب نتفايد المعض ده ازاي لو في قرارات مهمة داخلين عليها شهر ده اجلوها لو ينفع لو تقدروا تأجلوها حاولوا تأجلوا قرار دي عشان تتفايدوا الندم ده ده في ندم انا شايفة حالة ندم يا رب ما تكونش حصلت قرار دي واللي لسه يعني ما حصلتش عنده لو في قرار هتقع في هيقع قدامك يعني الفترة دي اجلوا كويس. طيب ده بقى هنا في هي مش علاقة جديدة لا دي مش علاقة جديدة ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس ما فيش اي جديد عنده شهر ده بالنسبة للارتباطات الجديدة. لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وزريف معي عكس المجموعة التانية ده اللي احنا شفناها. ارتباط قوي جدا الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح بإذن الله حتم ومناصل الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله حتم. عندك تحول يا قوس انت كمان. واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرح حياتك يمكن هتبقى اكتر اتزام هتبقى اكتر التزام ممكن. في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك هتبتيت تلتزم اكتر وانا شايفة ان هو التزام وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا. حاجة حلوة قوي قوي رية تحفة هلخصها بسرعة في هنا ماسك على حاجة لو انت مقلل اهتمامك بشريك او او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس. خلي الموضوع وسطي شوية بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بهم كفاية. في شخص جنبك برضو بيوحيلك او بيديلك نصيح مش كويسة او بيوحيلك بطاقات سلبية حواليك. وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة مسببلك مخاوف. اوكي اه في هنا ارتباط كويس بشريكك مرتبط بالشريك اللي معك جدا ومهتم بيه وبتعاملوا طريقة كويسة فيها جنتلنس كده. في قرار انت محتار تاخده بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم هتقول يا ريتني ما عملت. زي ما قلنا فيه هنا اتمام للفرح او الجواز او الناس اللي متجوزين ممكن تكون اجازة يعني هتلعوا اجازة مع بعض. هتغير من حياتك الارتباط ده اللي حيتم ارتباطهم الشهر ده. اه اكيد طبعا للاحسن هتكون انا شايفة هتكون اكتر الكزام. تشافوه مرسيا مازل. ميزان حاضر يا ليلى من عناية. يا حبيبتي يا مونار الله يسلمي. انتي وحشتيني جدا جدا. طيب كده ميزان وجد بيتطلبه كتير. دي المجموعة الثالثة يا دينا. الحمل يا براتي شوية كده لان انا قريته قردي. فعيز اخلص بس الابراج اللي ما قرتهاش وهرجع للحمل تاني. انا قريته قبل الصفحة ما تتقفل وتمسح للأسف. فان شاء الله هارغلكو تاني. حبيبتي يا نورة مرسي يا روحك. اقا اقا. كنت مقلوبة. العزراء حاضر. حاضر حاضر. ما فيش انفصال يا نسرين خالص. ولا انفصالة واحدة. ما فيش اي انفصالات محدش هينفاصل. قاعدين على قلب بعض. اوكي. البت ما تفصلش يا لحني الحياة شغلية لحبيبتي. ايمان ما فيش رد في اي حبيبتي. لولا بكيز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه. لان انا كنت في قرية والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص. طبعا يا وليد انا من غيب الى الله ونعمة بالله طبعا. حمل حنعيده حاضر. متى الميزان قريب جدا. انا نحاول اختصر بسرعة عشان اخلص الابراج كلها بسرعة. جادي انا شايفة الجادي بترت كتير. الجوزاء انا قلتو يا ماريهان على يوتيوب. بساعة لما الصفحة كانت مقفولة في الفترة دي. ونزلته على الصفحة. الجوزاء هتلاقي موجود عندك حبيبتي. هحاول اقطعه لكو كده وازبطه لكو واشير لكم منه التحيات والحاجات دي. اوكي. طيب يا وليد قلنا لك طيب انه لا يعلم بغيبة الا الله. تشتم ليه طيب. تعالي تعالي. انت تعمل لك بان او رادي. اوكي. اوكي. طيب يلا نشوف الحادة العطفية بقى. اه هذا خلاص. ليه يا هند? صح العلاقة السلسائية والمحتر اخترني. اوكي. اوكي. خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاتنين. خلي بالك. طيب. هادي جا طراق بين القص والميزان. فيش طلاق عند القص خالص يا صاحبة الصوب. مفيش طلاق خالص. آآ ربنا هيدي القص طبعا. حمل الامتح. هنعيده تانية رحك قريب. حاضر. العقرب حاضر. اهلا بيك يا سعاد. وانا احبك. صبح صبح يا شيمة. ازاي كيروحي. عندك وحش جدا ضعيف قوي فعلا يا انجل. دي حقيقة الانترنت عندي مش كويس. حاط الصورة سيئة. الصورة سيئة جدا. بقى اعتذر عن اللايب النهاردة. في مكالمة هتحصل بيني وبينتي ايدتا بعد ما انخلص اللايب. مكالمة مش ظريفة. طيب يلا نشوف الحالة العطفية للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة جورد الكوس. الحالة العطفية من. انا سوري موقتش التواريخ. ده من عشرة حد 21 ديسمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. حسنًا انا ناهتم شغل ع طاق؟ حسنًا . اعطل بسم الله الرحيم. حسنًا . القوة عايز علاقة زي ما تقولو ايه تقف كده وقف كده وقف هنا كده ثانية واحدة زي ما تقولو ايه دوس باوز ثانية واحدة كده. اه لا فيه اخناء داخل على اخناء. داخل على اخناء عايز اتخانق عايز اتخانق وعنده جواه حاجات وعايز صلعها وفيه حاجات من الظريفة. شايف شريكو ازاي شايفو شخص كريمي. كرمة لو حصل انفصار ان شاء الله فيه رجوع. التقلمة بينكم فيها مشكل كتير. تعب تعب جامد اوكي. شريكك عايز ايه شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتك. كويس؟ نفسه في ايه نفسه يساعدك. هو عايز يساعدك. تمام؟ شايفك ازاي؟ ركزوا معي قوي بقى في شايفك ازاي. شايفك اما مصحور او محسود. شايفك كده؟ انت بتتصرف من غير منطق. نفسه يساعدك. وانت عايز تتخاني. شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ عادة تاني. القص عايز ايه؟ عايز يعمل حاجة. عايز يبدل قاعد كده. ويوقف كده العلاقه وايه؟ وقفه. وقفه في مكانك كده منبص كده نشوف ايه اللي بيحصل هنا. خناء عايز تتخاني. شايف شريكك شخص كريم شخص كويس. شريكك عايز يعمل خطوة بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك. الشكل اللي حاكتنده مرتبطين ببعض. ان الحاجة اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي ان هو يساعدك. بس خايف المساعدة دي متكونش صح. شايفك ازاي؟ شايفك مصحور او محسود. الطاقة ما بينكم زي ما قلتلكم فيها تعب جامل تعب غير طبيعي. اللي عنده لو الاراة دي منطبقة عليكم اكشفوا. اكشفوا شوفوا ايه الموضوع. ولو حسد اقروا يا جماعة اقروا حسن مفسوكم من الحسد. لما تشوفوا حد اي حد قولوا معاوزتين جواكوا. البسوا خرز ازرق حجر ازرق الفيروز حلو جدا للحسد. لو الموضوع حسد. وشوفوا لو الموضوع فيه سحر يعني. وموضوع كبر يعني معدل مرحلة الحسد واسح. يعني شوفوا ايه الموضوع. بس الشيكك بيحبك يا قوس. مش عايز سيبك وعايز ساعدك. بدخلنا على مغامرة الشهر ده. فيه مغامرة هتعملوها. وفيه معافاة الله اكبر. فيه معافاة من تعب كان طويل. طويل تعب طويل ان شاء الله فيه معافاة منها. وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر. بسم الله ما شاء الله انا اشعرت القرية حلوة قوي. قوي ما شاء الله. القرية افتاكر واضحة ومفهومة. يا حبيبتي يا قروة. يا خلاصي على الفناتة العسليات اللي بيعابسوني دول. طبعا يا قلاء ممكن اقولك. بصي هو هاجبه لك. هاجبه لك. او هصوره وحطه في الجروب. دي دخلتي الجروب ولا لسه. هنو هزبط بس الجروب. عمات الجروب جديد يا جماعة. اسمه اميرة ادلبي بنفس اسمي ده اسمه مؤقت يعني. وبعد كده هغيره. القوس في عمل. القوس في عمل. طيب. خلاص خلاص. وصلت المسج. شوفي بقى زبطي امور كده لان هو ده بوضك العلاقة خاص. هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى علشان هما هنا في ولاد طبعا مش عايزين الهابل ده يعود لما نشوف مانيكير والونس والمايكوب والحاجات دي نبقى نعمل لايف في جروب اسمه اميرة ادلبي دوروا علي. هتلاقوه. بحب الخناء بحب الخناء بحب الخناء اوسر. انا عايز الخناء. ايه ابنت ربنا ما نجيب خناء ده وجع قلبي اشيك. لايك هنا خدي لايك يا ايمان خدي قلبي. طب يا جماعة انا الانترنت النهار ده مش مساعدني ان انا قرأ باية مجانية معلش سامحوني. والله فعلا مرسية عبير. كم نتقول له صح. هاي المرسية هلا. ايه ايه ايمان من تينيزيا. صح؟ من وراني راح قلبي. انا شريكي القوس تعتمينه جدا. هو القوس؟ طب متشوفي كده يعبير. شكله محصود او مصحور في حاجة عنده مش صح. صحيح كلامة بشكرك يا روزي. كيمو انا مش عارف انترنت ولا ولد بس شكلك ولد. اه كيمو ابعت للصفحة بليز. اه بتروح للشيخ. بتروح للشيخ يا بي. انا بيباني عندي في الارايات. يعني انا ساعات في الارايات بتباني عندي. بس انا مش عايز اقولوكو كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للارايات عشان تكشفوا على حاجة زي كده. اكشفوا عند الناس متخصصة. اه شيخ واح والشيخ يشوف في حاجة ولا لا. اذا كان في ساحرة او حاجة او معامل الكوري لا. صحيح فعلا طريق اختي كان كده بالفعل. اوكي والحمد الله خافوا بقى كويس. كويس او. ناجيا عصابي 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 دشتان حبيبة قلبي يعني معفرتك. فالذكر حبيبتي ايه اسكوي ربنا كتير وكده واستخفاي كتير. الحاجاتي كلها على فكرة بتزهق وبيقو بيخرج. كل كلمك مباشرة. باشكرك يا هلا جدا جدا ده حقيقي تانكيو يا ساسو. حبيب قلبي طيب ان شاء الله نعوضها اللايب اللي جاي. نعمل اسئلة. ليه يا انجل زعلنا ليه يا حبيبتي. الانترنت وحش قوي يا جماعة والله وانا كل ده شغالة بالباقة بتاعت التليفون. وحتفصل كمان شوية وزي ما انتم شايفين الصورة وحشة جدا. قلتلي القسمة ليه بقى انا هقفل يا اسراء وعيدي بقى تروفي بقى قسمة. برالي اسمعي كلها حاجة. حبيبتي يا ملك. حبيبت اسلامي لي. عطو خنا اوشريكي اوشريك نيكادي. تعاليش نيسري. بصوا لو هو نيكادي غصب عنه بسبب السحر او الحسد اللي عنده ده. معلش ازوري هو مش يعني مش بقى مش قصد. هو ما يقصبش. باشكرك يا زوزو قوي. حبيبة قلبي ربنا يخليكي. حبيبي يلا اسابكو على خير. اسباحو على خير. وشوفكو ان شاء الله هحاول نطلع بكرة. نقول يي بكرة. نقول الطور. نقول الطور بقى ولا الجدي. نقول الجدي لو. نقول الجدي عشان جدي تطلب كتير قوي قوي قوي. نقول الجدي ان شاء الله. ان شاء الله بكرة. اشوفكو بكرة حاول اطلع بدري عن كده كمان. يلا. أشوفكم على خير وخلي بالك على نفسكم باي باي تسليني يا أم أمر